مدرسة الصناع والفنون الوطنية بتطوان البناية التي تنضح فنا وثقافة معلمة تاريخية تم تكريسها لأزيد من مئة سنة لخدمة النهوض بالإبداع وحماية ونقل الموروث الثقافي والفنية المغربية الأندلسية للأجيال المقبلة كنت كان قرأة ومقاطعة عن الدراسة واجيت نخدم هناك واجبتني لحرفة الحدوء للحيدات الفنية وقررت أن ندخل لي له نحن هنا كنا نعمل واحد العمل اللي هو عمل نبيل وفي نفس الوقت واحد العمل اللي هو الحفاظ على هذا الحراف هذي من شويه والانديتار وفي نفس الوقت اللي بس تبقى دائما هذي الصناع هذي موجودة كما خلوا هذنا الأجداد دينا ومعلمين دينا بغينا نحن نورته هذنا تسلام دادهم هذه البناية التاريخية تتكون من ثلاثة طوابق على شكل رواق دائم للعرض يضم أجود الإنتاجات الحرافية والجوائز والهدايا التقديرية التي تجسد منجزات تلاميذ المؤسسة البالغ عددهم مئة تلميذ في كل موسم دراسي التكوين بها هو مجاني وبالتالي مما يساعد بطبيعة الحال على أداء الرسالة لهذه المؤسسة وهو تشجيع طلبة الراغبين تتكون في هذه المجالات من أجل تحبيبهم في هذه الحراف بحمولة تاريخية كبيرة ودفء إنساني ينبع من روح الصانع تنساب إلى الإبداعات المنجزة بمنتهى الدقة من قبل الحرفيين بهذا الفضاء الفريد الذي صار جزءا من التراث المعاصر للمملكة ترجمة نانسي قنقر